كلمني شوية عن الفسطات لما حررتك تحب تتكلم مع المشاهد المصري عن الفسطات تقوله إيه؟ إيه هي الفسطات؟ وليه اخترت الفسطات؟ تمام طبعا كفكرة عامة الفسطات طبعا معروفة أن هي أول عاصمة لمصر الإسلامية وأن هي المدينة الأولى في سلسلة المدن التاريخية لشكلة القاهرة طبعا دي الفكرة العامة اللي عند معظم الناس أو عند كل الناس بيعرفوها وربما لما بناخد فكرة مختصرة عن الفسطات في المناهج الدراسية دي الفكرة الأهم اللي بتوصل لنا لكن الأهم أو الأشد تفصيلا من كده اللي يهمني أن أنا وصله دايما للقارئ والمشاهد والمهتم بالموضوع أن الفسطات والمدة حوالي تسع قرون كانت إما هي المدينة الأساسية في العاصمة المصرية أو كانت مدينة تعتبر موازية وموازنة للقاهرة بحيث نقدر نقول دايما كان عندنا الفسطات والقاهرة القاهرة والفسطات كانت الفسطات من أهميتها ومركزيتها في العاصمة هي تسمت مدينة مصر يعني كلمة مصر كانت بتقال ويقصى بها الفسطات كان يقولوا راحين مصر وجايين من مصر القصد الفسطات زي ما نهاردة بنقولها ونقصوا بها القاهرة لذلك هي لما القاهرة أخدت الاسم بقت الفسطات مصر الأديمة أي فتاريخيا هنلاقى أن الفسطات كانت مدينة موازية للقاهرة وتضارعها وما تقلش عنها أبدا كان فيها تكوين عمراني ضخم جدا ومهم من الأحياء والخطط والمنشآت والجوامع والمساجد والكنائس والمدارس والوكالات التجارية والحمامات وكتب التراث حفظت لنا تفصيلات مهمة جدا وفرية عن التكوين العمراني ده يعني الموضوع مش بس التاريخ ده هو تاريخ وجغرافيا مع بعض أو نقدر نقول طبوغرافيا بتكون يعني بتقدم لنا المدينة دي بشكل تفصيلي قوي اللي هيقرعنا في كتب التراث هيحس إنه قادر يتخيلها كما لو كان عايش فيها بكل تفاصيلها الثرية فأنا لما كان ليا الحظ أو حسن الحظ إن أنا قريت في المصادر القديمة عن الفسطات وقريت هذا التكوين الثري والتفاصيل الكتير جدا عن المدينة ومنشآتها حسيت إن إحنا ما بنتكلمش عن الفسطات كما يجب وما بنتقدمش الفسطات كما يجب وما بنبحثش فيها وعنها كما يجب فمن هنا خدت الفكرة إن أنا أكتب عن الفسطات وشغلتني الفكرة دي مدة طويلة عن عدة سنوات لحد مخرج الكتاب الحمد لله